السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلابي وطالباتي الأعزاء في درس جديد من دروس مادة الرياضيات معكم أستاذ أريج العسرج وزميلي في لغة الإشارة أستاذ محمد الأكلبي اليوم بإذن الله سوف نستكمل دروس مادة الرياضيات درسنا لهذا اليوم مراجعة تراكمية إذن درسنا لهذا اليوم مراجعة تراكمية بسم الله الرحمن الرحيم خير ما نبدأ به بإذن الله سنتعلم في درسنا لهذا اليوم مراجعة تراكمية من الفصل الأول إلى الفصل الرابع إذن المراجعة التراكمية ستكون بإذن الله من الفصل الأول إلى الفصل الرابع السؤال الأول يتعرف الطالب نمط المكعبات ويصفها ثم يحوط الكرات التي لها النمط نفسه ويضع علامة X على الكرات التي ليس لها نمط عندي هنا سؤال يتكون من كذا فقرة الفقرة الأولى نريد أن يتعرف الطالب على نمط المكعبات لدي هنا مجموعة من المكعبات باللونين ما هو أحسنتم البنفسجي والأخضر نلاحظ هنا إثنان بنفسجي يليه ماذا أحسنتم أخضر ثم يلي الأخضر إثنان بنفسجي ثم أخضر وهكذا إثنان بنفسجي وواحد أخضر إذن هنا وحدة النمط عبارة عن ماذا أحسنتم رائعين إذن عبارة عن مكعبان بنفسجي ومكعب أخضر إذن وحدة النمط لدي من هنا عبارة عن مكعبان بنفسجي ومكعب أخضر نريد الآن أن نحوط الكرات التي لها النمط نفسها أعطيكم دقيقة تفكرون ثم نرجع مع بعضنا تشارك الحل تفضل اشتركوا في القناة شكرا 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 هل انتهيتم من الحل يا مبدعين؟ أحسنتم رائعين مع بعضنا تشارك الحل هنا نتعرف الطالب على النمط المكعبات هنا تعرفنا على النمط المكعبات التي أمامي ماذا تلاحظون هنا مجموعة الكرات؟ أحسنتم رائعين نلاحظ هنا كرتان فكرة فكرتان فكرة وهكذا إذن في المجموعة الأولى ماذا نلاحظ في المجموعة الثانية من الكرات؟ أحسنتم إذن هنا الكرات مختلفة نلاحظ هنا ما هو الكرات التي لها نمط نفسه للمكعبات ماذا نختار؟ هل المجموعة الأولى من المجموعة الثانية؟ أحسنتم إذن المجموعة الثانية إذن راح نحوطها وهي عبارة عن ماذا كرتان فكرة كرتان باللون الأبيض كرة القدم يليها ماذا الكرة الحمراء كرة السلة فكرتان بيضاء سوداء وكرة حمراء وهكذا كرتان بيضاء وسوداء فكرة حمراء إذن هنا نحوط الكرات التي لها النمط نفسها إذن المجموعة التي أمامي هي التي تمثل المكعبات واضح؟ طيب نريد الآن أن نضع علامة X على الكرات التي ليس لها نمط المكعبات أيهما أحسنتم رائعين إذن راح نضع ماذا؟ علامة X على الكرات التي ليس لها نمط ماذا؟ المكعبات نلاحظ هنا الكرات مختلفة واضح؟ إذن هنا تعرفنا على نمط المكعبات ووصفناها ثم حوطنا الكرات التي لها ماذا؟ النمط نفسه ووضعنا علامة X على الكرات التي ليس لها نمط المكعبات واضح يا أبطال؟ إذا انتهينا من السؤال ننتقل إلى السؤال الآخر هنا يكتب الطالب عدد اللاعبين في الملعب أعطيكم هذا السؤال تفكرون فيه بعد أن نرجع مع بعضنا تشارك الحمد تفضلوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هل انتهيتم يا أبطال؟ أحسنتم مع بعضنا تشارك الحل هنا يكتب الطالب عدد اللاعبين في الملعب ماذا تشاهدون وماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ أحسنتم رائعين عبارة عن ملعب أيضا هذا الملعب ماذا يوجد فيه؟ كرة قدم أحسنتم رائعين إذن هذا الملعب يوجد فيه كرة قدم هل يوجد به لاعبين؟ فكروا أحسنتم رائعين لا يوجد به لاعبين فقط يوجد به كرة قدم إذن كم عدد اللاعبين هنا في الملعب؟ ماذا تتوقعون؟ أحسنتم إذن عدد اللاعبين لدي هنا صفر لماذا صفر؟ لأن لا يوجد لاعبين في الملعب إذن رح نكتب هنا ماذا صفر في المربع المخصص إذن هنا كتبنا عدد اللاعبين في الملعب صفر ما معنى صفر؟ العدد صفر يعني لا يوجد أي شيء واضح؟ ننتقل إلى السؤال الأخير وهو السؤال الثالث يحوّط الطالب مجموعة الورود التي عددها كم؟ خمسة إذن رح نحوّط هنا مجموعة الورود التي عددها خمسة ثم يضع علامة X على ماذا؟ على مجموعة الورود التي عددها كم من بيعين؟ أحسنتم التي عددها أربع إذن مطلوب مني في هذا السؤال أحوّط المجموعة التي عددها خمسة وأضع علامة X على مجموعة الورود التي عددها كم؟ أربع أحسنتم رح أترك لكم السؤال نتحلونا نرجع مع بعض نتشارك الحالة تفضل هل انتهيتم يا أبطال؟ أحسنتم رائعين مع بعض نتشارك الحال؟ هنا رح نحوّط مجموعة الورود التي عددها خمسة نلاحظ هنا مجموعة من الورود نبغى نعد المجموعة الأولى لاحظوا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن المجموعة الأولى كم عددها يا مبدعين؟ أحسنتم خمسة إذن رح ماذا؟ نحوّطها لماذا؟ لأن عددها خمسة ننتقل إلى المجموعة الأخرى نعدها مع بعض واحد اثنان ثلاثة أربعة كم عدد مجموعة الورود هنا الثانية؟ كم عددها يا مبدعين؟ أحسنتم أربعة إذن رح أضع علامة ماذا؟ هل أحوّطها أم أضع علامة إكس؟ أحسنتم رائعين رح نضع علامة إكس لأن مطلوب مني في السؤال المجموعة التي عددها أربعة رح نضع عليها إكس ننتقل للمجموعة الثالثة نعد الورود واحد اثنان ثلاثة أربعة كم عددها الآن؟ أربعة إذن رح نضع علامة إكس واضح يا بطال؟ انتهينا من المجموعة الثالثة ننتقل للمجموعة الرابعة هنا لديه رح نعد مع بعض واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة كم لديه هنا؟ خمسة ورود إذن رح نضع عليها أو نحوّطها لأن عددها خمسة ننتقل للمجموعة الأخيرة رح نعدها مع بعض نشوف كم عددها هل خمسة أم أربعة؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن لديه أربعة ورود إذن راح ماذا؟ نضع عليها علامة إكس إذن هنا حوّطنا مجموعة الورود التي عددها خمسة ووضعنا علامة إكس على الورود التي عددها ماذا؟ أربعة واضح يا مبدعين؟ انتهينا من هذا السؤال الحمد لله وفضله نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم دمتم في رعاية الله وحفظه راليا